أنا ضرر بالنسبالي أن أنا أدي أولادي مثلاً فلوس طول الوقت بيطلبوها أو أنه مثلاً ابني طول الوقت طول ما هو ماشي في الشارع لأنه فيه أطفال صغرين كده طول ما هو ماشي في الشارع شبطان في حاجات فده بيحرجني بيضيقني بيحسسني طول الوقت أن الولد معينه مش مليانة قدام الناس اجتماعياً ده مش لطيف مفروض أن أنا أصرف إزاي؟ بسي دي شكوة كل الأمهات أنا بدخل النادي بابني بيحرجني يا دكتور ويتمرمخ في الأرض ومش عارف إيه وكده أنا بقول لكل الأمهات الطفل ليه حاجة أو حاجتين بس في اليوم أكتر من كده إحنا كده بنعمل أوفر وبنطلع شخصية هتتعبنا إحنا بعدين حاجة أو حاجتين إيه يعني مثلاً من طلباته حلويات طبعاً من طلباته كلها لو طلب عشر طلبات هو ليه حاجتين في اليوم منهم علشان مصلحته هو على فكرة مش عشاني أنا طب بيحرجني بيجي قدام السوبر ماركت ويقف ويعيط ومش عارف إيه لو حضرتك هتتحرجي هو هيعرف نقطة ضعفك أيوة وهيعملها طول الوقت ده فيه ولاد عارفين أنه لما طانت دي تبقى موجودة لازم أعمل كده أو لما مش عارفة مين يبقى موجود لأن تيتا لما تبقى موجودة بالضبط علشان تيتا عمرها ما هترفضي طلبة بيجي قدام الشخصيات دي بيجي قدام الشارع السوبر ماركت عربية ماما النادي فيه ولاد بتوصل بيها أنها بتتمرمغ على الأرض عايزة كده ولا التجاهل هتجاهل موضوع ممكن أدخله في موضوع تاني ممكن أعمل نفسي مش مش شايفاه الأم اللي هتتحرج بسبب التصرفات دي هتستضعف خلاص لازم الولد لو عرف كل مفاتيح شخصيتي كأم وشخصيته بيت أقوى مني إحنا كده خاص مش نعرف نعمل تانشيئة وعلى فكرة دي مش أسوأ دي مش أسوأ أبدا لما أرفض جزء من طلبات ابني الغلط إن أنا أدي بزيادة لأن الوقت للأسف بينتهي يعني أنا لو عايزة أعرف الأمهات دلوقتي ضرر إن أنا أدي الطلبات طول الوقت إيه وضرر إن نمنع إيه وإم تعمل توازن يعني إيه السياسة اللي أنا ممكن أمشي عليها لأ المرة دي هرفض والمرة الجاية هقبل إيه السياسة اللي مفروض أمشي عليها لو الولد معي كويس طول اليوم خلينا إحنا دلوقتي في أجازة كل الولاد قاعدة تقريبا في البيت أو 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 لو الولد معي كويس طول اليوم وطلب طلب واقعي إيه المشكلة إن أنا نفزه له مفيش مشكلة خالص طب لو هو عامل قلق طول اليوم وضربه وطنطيته ومش بيسمعي كلام وعمل 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 لا وفهمه على فكرة يا فلان يا فلانة أنا مش هينفع أعمل كده أو أنفز الطلب اللي أنت طلبته علشان أنت النهاردة مكتش كويس طب من سن كام يا دكتور أربع سنين الولاد بتتقبل الكلام ده عشان بعد شوية لما يجي أعمل حاجة يفكر ألف مرة هيكون لها عقاب طيب لو أنا مثلا من النوع اللي بربي ولادي إنهم ما يتحرموش من حاجة في المستقبل هيتطلعوا إيه لو فضلتوا ماشية بالسياسة دي؟ شخصيات اعتمدية واتكالية وعمرهم ما هينفع يبقوا شخصيات سوية ولو حرمت طول الوقت هيتطلع شخصية حسب النقص دايما بصة برع على إيد على اللي مش في إيديها لأنه هو إيده ما مسكتش حاجة فدايما لازم أعمل البلانس أمسك العصاية من النص طيب لو أنا روحت عند تيتا أو روحت عند جده وأنا كنت حرمة الولد مثلا من حاجة معينة أيلاله إنه أنا جبتها لك مرة واحدة لأسبوع ده مش هجيبها لك تاني وتيتا ادتها له أو جده ادتها له هعمل إيه؟ أنا في حتة تيتا وجده دي عندي كده ريمارك لو أنا حرم الولد ومتفق مع الولد من قبل ما نروح يبقى التليفون يترفع على تيتا قبل ما روح إنه إحنا الإسبوع ده ما ينفعش نعمل كذا ده لو عادة بقى يعني مثلا زي شورب البيبسي في ناس بتمنعه بس بيجوا يقولولي بنروح عند تيتا الدنيا كلها بتقع طب هو تليفون لتيتا وأنا رايحة هيحل الموضوع كل ودي الفكرة إن إحنا بنخاف ندخل أهالينا معانا في موضوع التنشئة عشان بنقول هم ممكن يتضايقوا لا على فكرة خالص مهوضات طبيعي إن أنا كأم في بيتي عملة رولز يبقى كل اللي حوالي يحترموها هم ما هم مش اللي هتعب فيه طول الأسبوع هيتكسر في ساعتين ثلاثة صحيح